اشتركوا في القناة اه لازم اجي واقف واشارك واساند اي حاجة تفيد بلدي فبيمثل كتير جدا طبعا شايف ان احنا محتاجين زي المبادرة الاقامتها النهاردة التحدي المنتجين العربي الفترة الجاية اه علشان دي حيكون لها تأثير كبير على الاعلام وعلى الفن وعلى الدراما على كله على كله حيكون لها تأثير بازن الله على كله يعني واللي جاي احسن ان شاء الله انا متفائل ولازم كل مصري وكل عربي لازم يتفائل ولازم نحط ايدينا في ايد بعض كعرب وكمسلمين وكمصريين اه نحط ايدينا ونجتهد ان احنا نزود اقتصادنا ونزود نشتغل نشتغل كفاية كفاية الفترة اللي فاتت ديات لازم بقى نشوف اللي جاي احسن ان شاء الله اقول لي بقى بيحضر الفترة الجاية والله انا بالفعل مش هقدر اتكلم عن حاجة بس هقولك يعني عشان ايه يعني الاخبار اليوم بتاعتنا دي دي يا حبيبتي اخبار اليوم دي اه انا حاليا بصور فيلم ان شاء الله داخل بتصوير فيلم قريب جدا اه اول تجربة تمسيل ان شاء الله ودعوتكو بقى لي يا رب يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله وان شاء الله ما فيش اي حاجة عنه ما اقدرش والله والله ما اقدر هتضرب انت عارفة الغنى بقى الغنى بجهز سنجيلاية حاليا وهصورها كليب ان شاء الله وهنزلها ان شاء الله اخرج المصور الجميل اه اعماد قاسم اللي هو عمالي الكافر بتاع ابو الليف الخيش والعظمة مش هقدر اتكلم والله سديني انا بحب افاجئ جمهوري هو ده ده انا بحب كده يعني عنصر مفاجئة بيهمني ان انا اشوف الاكشن الناس عليه والله هو الغنى دلوقتي كله معمول موسيقى بس يعني لكن ما تعرضش علاقة تقترب بصراحة يعني انما فيه راديو فيه برنامج في راديو هغمي كده يعني باذن الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله